اهلا بكم وكبار مسؤولين بالدولة وقال سموه في كلمته أمام الدورة الثامنة للاجتماع الوزري لمنتدى التعاون العربي الصيني ندرك تماما أن التعاون الذي مضى على تأسيسه ما يقارب العقد والنصف لن يتحقق له النمو والاستمرار والوصول به إلى الغيات المنشودة من انطلاقها ونحن نعيش في ظل أوضاع متوترة وغير مستقرة في وطننا العربي مبينا سموه أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية الأولى ما زالت بعيدة عن دائرة اهتمام وألويات العالم رغم ما يمثله ذلك من تهديد للأمن والاستقرار علينا أكدت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخ البحر في مقابلة أن قوة الأداء المالي والنتائج المالية المتميزة على كافة قطاعات الأعمال بلا استثناء التي حققتها مجموعة بنك الكويت الوطني في النصف الأول من العام الجاري كانت بفضل أهمية عمليات وأنشطة البنك الأساسية وحجمها حيث لعبت دورا رئيسيا في ارتفاع صاف أرباح المجموعة خلال الأشهر السابقة وأشارت إلى أن المجموعة تتميز بقوة مركزها المالي وحجمه الكبير واستقراره مما يؤهلها لتكون أكبر المستفدين من خطط الأنفاق بفضل الخبرات العريقة وحجم الميزانية والملاء المالية وتوافر السيولة في البنك قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر في مقابلة إن نمو أرباح بنك الكويت الوطني يستند إلى قوة نشاطه التشغيلي وهذا أهم أسباب نظرته المستقبلية القوية لأداء المجموعة خلال الأشهر المقبلة من 2018 و2019 وأكد على ثقته باستمرار مقاومات هذا النمو سواء كان على مستوى العمليات التشغيلية المحلية أو الدولية أخيرا حظيت التحيط وسكانها بفرصة استرجاع أنفاسهم والتنعم بلحظات الحرية الأولى بعد أن نجحت قوات المقاومة اليمنية في دحر مسلحي الحثي الموالين لإيران عن المدينة الواقعة في محافظة الحديدة غرب اليمن ومع وصول قوات المقاومة المشتركة إلى المدينة في سياق آخر أثار التظاهر في تركيا مؤيدة للمتمردين الحثيين ومعادية للسعودية حالا من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي من هذا التحرك الذي رأى كثيرون أنه ما كان ليحدث إلا بموافقة السلطات التركية وذكرت مواقع إلكترونية عدة أن هذا أول تحرك من نوعها على الأراضي التركية بعد أن كانت أنقرة دفعت بإعلامها الرسمي لتعزيز حملات الأدرع الإعلامية المناهضة للسعودية وحلفائها في المنطقة تأهل منتخب فرنسا إلى المباراة النهائية لمونديا روسيا لكرة القدم عبر الفوز على نظيره البلجيكي 1-0 أمس على ملعب كريستوفسكي في سينت بيترسبيرغ في المربع الذهبي للبطولة ويدين منتخب الديوك الفرنسية بالفضل في هذا الفوز إلى سامويل أمتيتي مدافع برشلونة الإسباني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51 للمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعونا على موقع السياسة اشتركوا في القناة